السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن هل من الآمن تناول المضادات الحيوية أثناء الحمل أم لا في العادة ما توصف المضادات الحيوية أثناء الحمل إذا كانت الأم بحاجة إليها ومع ذلك يجب اختيار النوع المحدد من الأدوية بعناية ولا يتم تناولها دون الرجوع للطبيب الخاص علما أنه لا بأس من تناول بعض المضادات الحيوية أثناء الحمل حيث تعتمد السلامة على عوامل مختلفة بما في ذلك نوع المضاد الحيوي ووقت تناوله ومدة تناوله والكمية التي تتناولها الحمل والآثار المحتملة التي قد تترطب على الحمل حيث يعتقد أن بعض المضادات الحيوية الأخرى تشكل مخاطر أثناء الحمل فإذا كان المضاد الحيوي هو أفضل طريق للعلاج فسيصف لك الطبيب أكثر المضادات الحيوية أمانا والجرعة أيضا وإذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن استخدام مضاد الحيوي أثناء الحمل يجب مراجعة الطبيب وبالتالي فهناك أنواع من المضادات الحيوية يصفها لك الطبيب المتابع للحالة وتكون آمنة بإذن الله وهناك أنواع أخرى لا يجب على الحامل أن تتناولها في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعمونوا بلايك وكومنتوا وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم ودشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر